أعزائي طلبات وطلبات السنوات العامة والسنوات الأزهرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة الرياضيات النهاردة الحلقة مخصصة لطلب التانية سنوي وتالت سنوي عام وأزهري اللي بياخدوا مادة الميكانيكا طلبة الميكانيكا النهاردة أول محاضرة عندها في الميكانيكا وهنتكلم في أول فرع فيها وهي الاستاتيكا الاستاتيكا هي علم دراسة القوة المؤثرة على جسم ساكن استاتيكس جسم ساكن يبقى احنا هنتكلم عن السكون القوة اللي بتأثر يعني ايه قوة قالك القوة هي مؤثر خارجي أو مؤثر بصفة عامة مؤثر يؤثر على الجسم يغير من حالته القوة دي لها مقدار واتجاه ونقطة التأثير قبل ما تتكلم عن القوة لازم تعرف يعني ايه متجاه ما هنتكلم عن اتجاه القوة يبقى القوة لها اتجاه يبقى احنا لازم القوة تمثلها كمية متجهة يعني ايه بقى كمية متجهة يبقى حرائتنا النهاردة بتتكلم عن المتجهات اول درس في الاستاتيكا بيتكلم عن المتجهات يعني ايه بقى متجه يعني ايه متجه نشوف مع بعض قالك المتجه هو عبارة عن قطعة مستقيمة موجهة يعني قطعة مستقيمة لها اتجاه وطالما قطعة مستقيمة يبقى لها طرفين وليها اتجاه ده يعني لها بداية وليها نهاية يبقى احنا بنتكلم على اتجاه نقطة بداية نقطة نهاية واتجاه من البداية للنهاية بص معي اول حاجة هنتكلم عن المتجهات وهنتكلم عن القطعة المستقيمة الموجهة القطعة المستقيمة الموجهة قالت به تحدد بسلاس عناصر واحد نقطة بداية اتنين نقطة نهاية تلاتة اتجاه من نقطة البداية الى نقطة النهاية الكلام ده يعني ايه يعني لو رسمت قطعة مستقيمة اسمها ألف به ألف رحل به وانتهى عندي به يبقى اتجاه هو نقطة البداية بتاعته ألف نقطة النهاية به اتجاه من ألف لبه يعني بدايته ألف وانهايته به يبقى انا عايزة تاخد بالك معاهم الملحوظة هامة لو انا رسمت قطعة مستقيمة اسمها ألف به القطعة المستقيمة ألف به يرمز ده بالرمز كده ده اسمها قطعة مستقيمة طب لو عملت شعاع اسمه ألف به ده شعاع الفرق القطعة المستقيمة مجموعة من النقاط عدد لنهائي من النقاط محصور ما بين نقطتين يعني الطرف بتاعه ألف والطرف الثاني به أو الطرف الأول به والطرف الثاني ألف يبقى إذا الناس تنتج ان القطعة المستقيمة ألف به تساوي القطعة المستقيمة به ألف يبقى ألف به وبيه ألف هما لكن بيساوي بعض ليه؟ القطعة المستقيمة ألف به طرفيها ألف وبيه لكن لو قلت الشعاع ألب به معناه إن بدايته ألف لكن مشي في اتجاه به وما وقفش الشعاع يمشي من ألف لي به ويكمل ويكمل يعني ما لهوش نهاية ليه بداية وما لهوش نهاية طب الشعاع به ألف بدايته به وكمل راح لألف وكمل على طول ما وقفشي بس شعاع ألب به لا يسوي شعاع به ألف طيب القطعة المستقيمة الموجهة قالب به الرمز بتاعها شبه نص الشعاع بص ده اسمه متجاه قال المتجاه تعني القطعة المستقيمة الموجهة يبقى الرمز بتاعه متجاه على طول بيش انتو قالب به تاني يبقى قالب به متجاه قالب به متجاه العلامة دي علامة المتجاه والمتجه تعني قطعة مستقيمة موجهة أولها ألف وإنهايتها به واتجاهها من ألف لبه يبقى الشعاع مكامل ماشي على طول إلى مالة نهاية لكن القطعة المستقيمة الموجهة انتهت عن نقطة به وبالتالي المتجه ألف به لا يساوي المتجه به ألف لاختلافهم في الاتجاه لاختلافهما في الاتجاه يبقى احنا لابن نتكلم عن المتجه القطعة المستقيمة الموجهة لازم نفتكر أن المتجه ألف به لا يساوي المتجه به ألف لاختلافهم هما الاتنين في الاتجاه يبقى القطعة المستقيمة العادية زي ما أقول إيه المسافة بين طرفي إصبعي المسافة اللي ما بين إدائية دي اسمها قطعة مستقيمة طب عملت كده بشاور يبقى أنا بدأت من نقطة اللي أنا فيها ومكمل كده على طول دا اسمه شعاع لكن لما أعمل كده دي بدايتي دي نهايتي وده اتجاهي طب لو عملت كده تأثير الخبطة بتاعتها على إيدي التانية ده بس دوار دو اسمه إيه متجه يبقى المتجه ليه بداية ليه نهاية وطبعا ليه اتجاه اللي أنا خبطت فيه يبقى لو قطعة المستقيمة ملهاش اتجاه ليها طرفين لكن المتجه ليه بداية وليه نهاية وليه اتجاه من البداية للنهاية تكافؤ متجهين ام تقول على متجهين انهم متكافئين قالك المتجهين يقال انهم متكافئان اذا توفر الشرطان معا لهم نفس الطول ولهم نفس الاتجاه يبقى المتجهين ام تكونوا متكافئين اذا كان ليهم نفس الطول ونفس الاتجاه ام تقول انهم متكافئين اذا كان ليهم نفس الطول ونفس الاتجاه طب تعالى ما نشوف كده تمرين ضع علامة صحة او غلط رسمت قالب بيه جيم دال متوازي اضلاع قالب بيه جيم دال متوازي اضلاع القطرين تقطعوا في نقطة اسمها ميم بيقول لي رقم واحد قالب بيه يكافئ جيم دال اتنين ألف دال يكافئ به جيم تلاتة ألف ميم يكافئ ألف جيم أربعة به ميم يكافئ ميم دال شوف كده الأربعة دول واحدة واحدة قالب بيه يكافئ جيم دال ماشي قالب بيه هادي المنتجة نازل لتحت جيم دال جيم دال ده متجة هطلع لفوق نفس الاتجاه والاتجاه المتضضين لا مختلفين في الاتجاه يبقى غير متكافئين شرط التكافئ ليه من نفس الطول ونفس الاتجاه ده نازل وده طالي لا مش متكافئين طب وبعدين شوف رقم اتنين ألف دال يكافئ به جيم ها ألف دال وبه جيم نفس الاتجاه تمام نرجع نشوف الطول هل يطرى طولهم متساوي من خواص متوازل الأضلاع أن كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول يبقى هم متساويين في الطول ومتساويين في الاتجاه ليهم نفس الاتجاه يبقى متكافئين طب رقم ثلاثة ألف ميم ماشي ألف ميم يكافئ ألف جيم ألف جيم تساعد نفس الاتجاه ألف ميم نازل تحت اهو ألف جيم برضو نازل تحت نفس الاتجاه يا مستر اهو نفس الاتجاه نفس الاتجاه ألف ميم ألف جيم بس ألف ميم طولها نص الألف جيم مش نفس الطول يبقى العبارة غلط لاختلافهم في الطول طب تعالى ما نشوف اللي بعديها بهميم ميم دال ها بص كده بهميم ميم دال تسادق ماشي في نفس الاتجاه ونفس الطول يبقى لبردي صح يبقى شرط تكافؤ متجهين ان يكون لهم نفس الطول ونفس الاتجاه شرط تكافؤ متجهين ان يكون لهم نفس الطول ونفس الاتجاه بص التبريج اللي بعده بقى اكمل مكان النقط عايزي نكمل مكان النقط اللي جاية دي قطعة مستقيمة عندي اسمها ألف ب النسبة بتاعتها واحد إلى واحد إلى تلاتة بيقول لي اكمل مكان النقط واحد ألف جيم متجه بتساوي نقط ألف دال ألف دال متجه بتساوي نقط به جيم ألف به متجه بتساوي نقط دال جيم ألف جيم متجه بتساوي نقط ألف هتكلم على متجهين احسب معايا عشان أحط علامة يساوي يساوي دي بتقول لي عشان تتكلم على متجهين وعلاقتهم ببعض كعلاقة تساوي يجب المقارنة ما بين الطول والاتجاه يعني تقول لي المتجه ده بيساوي قد ايه من ده إن كان ليهم نفس الاتجاه يبقى ليهم نفس الإشارة تعال ما نشوف ألف جيم أيوة ألف جيم دا اللي هو طالع دا ألف دال أيوة ألف دال اللي هو دا نفس الاتجاه أيوة نفس الاتجاه ألف جيم وألف دال يبقى الإشارة موجابة طب قولي بقى ألف جيم وألف دال إيه علاقتهم ببعض تقسم الطول الأول على الطول الثاني يبقى نقسم الطول ألف جيم علي ألف دال إن كان عند طولهم أو كان عندي نصابهم طب ألف جيم النسبة بتاعتها كام واحد وألف دال بكام اتنين يبقى النسبة كام على كام واحد علي اتنين الله تاني كده هقارن بابين ألف جيم وألف دال ألف جيم وألف دال ألف جيم طالع على الفوق ألف دال طالع على الفوق ليه من نفس الاتجاه الإشارات منجبة طب وبعدين ألف جيم طولها كام واحد ألف دال طولها كام اتنين يبقى النسبة كام إلى كام واحد على اتنين طب نشوف تاني هاتبن من التاني واحدة المتجه ألف دال أيوة ألف دال ألف دال اللي هو كل ده والمتجه به جيم أيوة به جيم اللي هو ده نفس الاتجاه ولا متضضين لا متضضين ألف دال طالع لفوق بهجيم نازل لتحت ده طالع لفوق ده نازل لتحت يبقى متضضين في الاتجاه نحط إشارة سالبة ألف دال طولها اتنين بهجيم طولها كام أربعة طب اتنين على الأربعة بالاختصار تبقى كام نص يبقى كان يبقى يقول سالب نص بهجيم نكتبها تادي ألف دال طالع لفوق بهجيم نازل لتحت متضضين في الاتجاه حطت سالب طب بعدين بعد ما حطت السالب نحط بقى الاتجاه بتاعنا سالب المقدار ألف دال طولها اتنين بهجيم طولها أربعة يبقى تنين على أربعة بالاختصار سالب نص مرة تانية ألف ب ألف ب دي يعني كلها دال جيم دال جيم يبقى دي ألف ب دال جيم ألف ب دال جيم متضضين في الاتجاه نحط سالب ألف ب طولها خمسة دال جيم دال جيم طولها واحد يبنات الب كام سالب خمسة على واحد طب رقم أربعة ألف جيم ألف جيم اللي هو ده ألف ب ألف جيم وألف ب ألف جيم وألف ب ألف جيم ب كام بواحد خلي بقى نفس الاتجاه فحطنا موجب ألف جيم ب كام بواحد أما الألب بي كلها بكام كلها واحد واحد و 3 يبقى خمسة يبقى أن تجتلع بكم خمسة ألف caring يبقى أنا عشان أقارن ببين الاتجاهن هي كذة مرة هي يا جماعة بقارن ببين الاتجاه وبعد حتى الطول أقارن الاتجاه فبقول أن الاتجاهن ببص عليهم ماشين في نفس الاتجاه بحط إشارة موجبة معكوسين في الاتجاه بحط إشارة سالبة ثاني حاجة عندنا أقسم الطول الأول على الطول الثاني وين كان يبقى ما إسمها أختصر واسم ما فيهاش مشاكل يبقى كده اتكلمت عن تكافؤ متجهين وتساوي متجهين وعرفنا أن التساوي يعني نقارن ما بين الطول والاتجاه التكافؤ يعني يا تكافؤ يا أما لا متكافئين يعني نفس الطول ونفس الاتجاه متساويين يعني هنقارن ما بين طولهم واتجاههم يعني مش لازم يكونوا بيساوي بعض بنفس القيمة ممكن يساوي نصه يساوي ربعه يبقى بجيب النسبة بينهما وقارن ما بين اتجاههما طيب المتجه ده بقى دايما المتجه بيترسم قطعة مستقيمة تلقى طبعا يترسم قطعة مستقيمة طب كويس طالما المتجه بيترسم قطعة مستقيمة طيب تعرف تجمعه وتطرحه طبعا نقدر نجمع المتجهات ونقدر نطرح المتجهات طب ازاي نجمعها ونترحها شوف أول حاجة هنتكلم عنها جمع المنتجهين بطريقة هندسية جمع المنتجهات بطريقة هندسية جمع المنتجهات الناس عرفان من زمان باسم المحصلة أو الإزاحة بص كده معايا واحد من ألف رحل به يبقى عمالنا متجه اسمه ألف به زائد من به رحل جيم يبقى عمالنا متجه اسمه به جيم يبقى ألف به زائد به جيم ألف به زائد به جيم يطلع بيساوي إيه؟ مش هو بدأ من ألف وتروه أيوة في الآخر وصل فين وتروه عند جيم يبقى مشي ألف به زائد به جيم يبقى كان في الأول خلص عند ألف في الآخر بقى عند جيم يبقى الناتج في الآخر بيساوي ألف جيم لقى تاني دي واحد من ألف رحل به ومن به رحل جيم الإزاحة بتاعته يعني كان فين وبقى فين يبقى في الآخر بقى عند ألف جيم يبقى المتجه ألف به زائد به جيم بيساوي ألف جيم وروح تشتري حاجة مشيت من ألف رحت لبه ما لقيتش من به رحت لجيم فانتصلت بصاحب يقولت له خلاص أنا لقيت قال لي طب انت فين دلوقتي قلت له عند جيم يبقى يجي لمنين فين لفين من ألف لجيم يبقى ألف جيم تساوي المتجه ألف به زائد به جيم متجهات خد بالك بس ملحوظة ألف به زائد به جيم لا تساوي ألف جيم الله ليه قلت له ليه انت مش واخد بالك من حاجة قال لا مش واخد بالي قلت له دي معليهاش متجهات دي مش متجهة دي قطعة مستقيمة طول القطعة المستقيمة ألف به ماله زائد طول القطعة المستقيمة به جيم لازم يكون أكبر من طول القطعة المستقيمة ألف جيم لكن المتجه ألف به زائد المتجه به جيم ده بيساوي المتجه ألف جيم يبقى أحنا بنجمع مين متجهات انت عارف الملاحظة دي أنا كاتبها ليه عشان ما يجيش واخد قولي ايه أأسور يا مستر نسيت علامة المتجه نسيت علامة المنتجة هنتاخد سفر لان العبارة هتبقى غلط اللي خلى العبارة صح علامة المنتجة لان المنتجة بيقولك مش مهم التمشيط قد ايه المهم وصلت لايه مش مهم التمشيط قد ايه المهم وصلت لايه على فكرة الموضوع ده مهم قوي الموضوع ده مهم قوي يعني احسبها معايا قررت ان انا اشتغل في التجارة فبقى معايا 1000 جنيه خدت ال 1000 جنيه وروحت اتاجر بيه فاشتغلت يوم في التجارة اشتغلت يوم في التجارة طب هنتخيل ايه عشان يبقى الموضوع مثلا ايه الى حد ما مناسب لاحداث دلوقتي احنا خلاص العيد جاي فعايزيني اشتري الخروف بتاع العيد كل سنة انتو طيبين رحت اشتري خروف العيد فانا تهيأل ان انا بقى ايه شطر جدا في موضوع البيع والشرة في الخرفان فقررت ان انا تاجر مش هشتري بس دا انا هتاجر خدت معايا الف جنيه وروحت اشتريت خروف صغير من السوق اللي بيبيعوا في الخرفان اشتريت الخروف وانا ماشي واحد قال لي تبيعوا تولي بيعوا انا جايبه عشان ابيعه بيعته بألف ومتين كده كسبتين اشتريت خروف بألف ومتين بيعته بقى معايا الف وستمية ما شاء الله عهو شغال كويس قوي بعد كده اشتريت خروف تاني بألف وستمية نفس الفلوس بيعته بألف ومية جنيه اتدحك علي يا فى صام الشاطر ألف ومية جنيه اخر اليوم ان ارجعت كسبان كام مية ما حاتش يقولي طب انت كنت كسب ميتين وبعد كده كسبت ربعمية وبعد كده كسبت ستمية وبعد كده خسرت في الاخر خلص مناش دعوة انا هرجع بيتي اخر اليوم هقول اليوم النهاردة معايا 1200 وانا كان في الاصل معايا 1200 وانا كان في الاصل معايا 1000 يبقى انا كسبان مية جنيه اللي حصل تفاصيل في اليوم لا تعمينا فشي غير ان احنا فى المحصلة او فى المنتجات يهمي دي بدأت با ايه وانت هيت با ايه مع الخلاصة لما هرجع البيت المرات هتسألني تقول لي عملتي ايه النهاردة والله الحمد لله ربنا كرمنا تقول لي وريني تقول لي كسبتي 100 جنيه هحكي لها التفاصيل اللي في النص لا تعنيها في شيء اهم حاجة انا هرجع بكام زيادة الالف جنيه كنت يسالفه رجعت لصاحبه يبقى انا النهاردة مين اللي نصيبي مين حقي 100 جنيه واللي في الوسطى ده من ليش دعوا به دي فكرة المتجه ورحت من ألف لبيه ومن بهل جيم ومن جيم لدال ومن دال لهي ومن هيه لوو يبقى انت فين دلوقتي واقف عنده وو وانت في الاول خالص بدأت فين بآلف يبقى انت في الاخر آلف وو آلف وو يبقى المتجه بنكتبه من نقطة البداية لنقطة النهاية يبقى لما اكتب ملحوظة تانية واقول له تانية ملحوظة عندنا آلف به زائد به جيم متجه زائد جيم آلف متجه بتسوي ايه واو المتجه السفري واحد من آلف راح لبيه ومن به راح لجيم ومن جيم راح لآلف يبقى بدأ بآلف وانتهى بآلف يبقى النات الكام واو النات الكام واو طالما بدأت بنقطة وانتهيت لنفس النقطة يبقى الناتك بتاعنا واو هو المتجه السفري كأنه ما تحركتش طب لو عندي شكل رباعي ايا كان شكل رباعي تانية ملحوظة الملاحظة الثالثة آلف به زائد به جيم زائد جيم دال دي بتسوي ايه واحد من آلف راح لبيه ومن به راح لجيم ومن جيم راح لدال هو آلف به به جيم جيم دال انتهى هنا عندي دال وهو أصلا بدأ من اين من آلف يبقى الناتك في الآخر بيسوي مين آلف دال الملاحظة الرابعة لو قلت آلف به زائد به جيم زائد جيم دال ايوا زائد دال آلف بتسوي ايه الله يفتح عليك لا مش آلف المتجه السفري انا بدأت بآلف وانتهيت بآلف يبقى كايني ما اتحركتش يبقى ناتك في الآخر بتاع المحاصلة بتاعت بايه بسفر متجه سفر لانديه متجهات يبقى الواو المتجه السفري تعني اني قفت مكاني تاني يا ترى الكلام ده لسه فيه ملاحظات تاني هنكملها سايبين هوا مكان يا ترى الكلام ده هيجي عليها اسئلة طبعا يجي عليها اسئلة عايزين نشوف الاسئلة بتاعتنا تيجي ازاي هنبتدي بأول سؤال عندنا وبيقول لي قالب به جيم مسلس فيه دال منتصف به جيم ايه بتقنم قالب به زايد الف جيم بيساوي اتنين الف دال الله كلام غريب قوي ايه ده شوف كده بيقول ايه قالب به جيم مسلس ايه ده مسلس اسمه قالب به جيم ده المنتصف به جيم طب سادة ممكن حد يقع في المطب ده تعال كده ولا كإني عملت حاجة تاني من الاول قالب به جيم مسلس يا مستر لوحته ليه كده ما نخايف من الحتة اللي جاي ده المنتصف به جيم يبقى الف دال ده اسمه متوسط اصلا خفت حد يقول لي ايه عمودي عمودي ليه هو كان مسلس متساوي الساقين فعشان كانت عمات تعمله مسحوب شوية مسلس حد او منفارج او قائم الزاوية على حسب بقى ظروفنا حد الزاوية او قائم الزاوية او منفارج الزاوية عد مسلس ايا كان شاكله ده المنتصف به جيم الف دال مش عمودي لانه ما قليش طب ما هو منتصف ماشي يبقى ده اسمه متوسط مش عمودي الف دال متوسط اثبت ان الف به زائد الف جيم قلت له سهلا نجمع الف به زائد الف جيم بالله عليك خلي بالك معايا الف به يعني من الف هروح لبه الف جيم من الف هروح لجيم تصدق كده مش عارف هجمع قلت له ليه قال لي لان لما بنيجي نجمع بنجمع ازاي الف به زائد به جيم آه صح فعلا بجمع كده كنت بجمع آلف به زائد به جيم لازم اللي انتهي بيه أبدأ بيه والنتج بيسوي آلف جيم إنما دي بقولك إيه آلف به زائد آلف جيم يبقى لا يا جوز إجراء عملية الجامع مش عارف أجمعهم دول مش عارف أجمعهم كانت بقوله إيه بطيخة واتنين كيلو جبنة يبقى معايا إيه بطيخة وكيلو جبنة هعملوا إيه بطيخة وكيلو جبنة يبقى معايا بطيخة وكيلو جبنة دي كمية ودي كمية متجة ومتجة بس هما الاتنين مش بيكملوا مع بعض عشان أجمعوا أجيب الناتج ده بدأ بنقطة وده بدأ بنفس النقطة المفروض إنهم بيكملوا وراء بعض هنا ما يكملوش يبقى لا يا جوز جامعهم يبقى لما أنا كون شايل معايا بطيخة ومعايا كيلو جبنة واحد يقول لي انت معاك كام هقول له بطيخة وكيلو جبنة يقول لي يعني كام على بعض آه انت قصدك تمانهم بطيخة بعشر جنيه وكيلو جبنة بعشرين جنيه يبقى معايا تلاتين جنيه يبقى انت عايز تمانهم يبقى طالما ما عرفتش تجمع دول جب لي قيمة دال واحده دال واحده فاهم الفكرة طب هجب لك دال واحده ألف به ده هيطلع بيساوي إيه هتلي قيمته ما هو عايز الناتج يطلع ألف دال يبقى هو عايز رقيمة بالنسبة لألف دال يبقى عايز علاقة تخليني حول ألف به إلى ألف دال يبقى عايزني أربط ما بين الألف به والألف دال ألف به وألف دال يجمعهم مسلس واحد اسم المسلس ألف به دال يبقى الفكرة بتاعتنا بتقول عايز أجمع ألف به وألف دال لا يجوز جمع ألف به وألف دال آه ألف به وألف جيم أسف لا يجوز جمع ألف به وألف جيم مش عارف تجمعهم انا عارف فيه ناس بتقول لي حاجة بس اقصبر علي قلب به وقالف جيب مش عارفين نجمعهم يبقى مضطر قلب به اللي وحدها يجيب قيمتها طب اجيب قيمتها قلب به بالنسبة لمين؟ بالنسبة لالف دال يبقى نجيب مسلس يربط ما بين قلب به وقالف دال بالفعل المسلس اسمه قلب به دال مال المسلس قلب به دال؟ يلا نشوف مع بعض هنعمل فيه ايه؟ يقول لي قلب به زائد قلب به زائد يا ترى واحد من ألف راحلي بيه هيبقى زائد مين؟ زائد بهدال طب ألف به زائد بهدال بيساوي مين؟ ألف دال جميل أول قديني جبت له علاقة فيها ألف به وألف دال طب هو عايز ألف جيم وألف دال آه ألف جيم وألف دال ده المثلث أهو ألف جيم وألف دال آه يبقى ناخد المثلث ده اسمه مين المثلث ده؟ ألف جيم دال أو ألف دال جيم براحتك مش قضية ده مثلث قوله حروفه زي معجبك هو عايز مين ألف جيم فقولت له ألف جيم زائد ألف جيم زائد جيم دال يعني واحد من ألف راح لجيم تتوقع من جيم يروح فين يروح لدال طبعا يبقى الناتج بيساوي ألف دال الناس هنا عمالي يقوله سهل قوي طب تمام الحمد لله فضله نعم يلا اللي يعرف يحل ورينا نشوف مع بعض كده أدي ألف به جب تقيمتها وألف جيم جب تقيمتها طالب مني في المسألة أصلا كان أقيل لي إيه لا معلش نرجع له بقى للمسألة طالب مني ألف به زائد ألف دال أين ألف به زائد ألف دال عايز نجمع ألف به زائد ألف دال أنا جبت له ألف به أهي في علاقة وألف دال وألف جيم جبتها في علاقة هو عايز نجمع ألف به وألف جيم يبقى بالجامعة ألف به زائد ألف جيم زائد به دال زي الجيم دال بيسوي ألف دال و ألف دال يبقوا اتنين ألف دال الله أكبر ألف به اللي طالبها جبناها ألف جيم اللي طالبها جبناها اتنين ألف دال اللي طالبها جبناها بقى إيه لدول هم اللي عاملين للأزمة ننزله تحت باعش عشان يشوفوها جمعت أيوة تمام كده ألف به و ألف جيم جمعناهم بقت ألف به زي ألف جيم به دال و جيم دال بقت بهدال وجيمدال ألفدال وألفدال باتنين ألفدال بص بقى كده إيه اللي حصل عندنا كل حاجة موجودة وفيه اتنين قعدلة دول لازم يمشوا مش عايزينهم في الإثبات إيه دول بهدال زائد جيمدال طب بهدال مش ياش مال جيمدال مش يايمين مختلفين في الاتجاه ونفس المقدار نفس الطول متسويين في الطول ومتضدين في الاتجاه يبقى مجموعهم كام سفر سفر يبقى إذن ألف به زائد ألف جيم بيساوي اتنين ألفدال وهو ده المطلوب إثباته يبقى أنا جامعت المنتجات ولاقيت عند المنتجهين بهدال وجيمدال بهدال ماشي شمال جيمدال ماشي مين متجهين متسويين في الطول ومتضدين في الاتجاه يبقى أحدهما معكوس للآخر يبقى مجموعهم سفر واتبقى للقيمة اللي أنا عايزها عارفين كده استنتجنا إيه؟ إنه لما جمع متجهين يبتدوا بنفس النقطة يبقى ناتج بيساوي ضاعف المتوسط وده أنا اعتبار تمرين مشهور وقعدة هنحفظها هنشوف مع بعض الملاحظة رقم خمسة ونجيلهم يا جماعة اليمين بقى عشان نشوفوا الملاحظات رقم خمسة لو عندي مسلس اسمه ألف به جيم دال منتصب به جيم وصلت ألف دال فبقوله ألف به زائد ألف جيم بيساوي اتنين ألف دال ضع في المتوسط حيثه ألف دال متوسط في المسلس ألف به طبعا متوسط ده يعني وصل من رأس المسلس لمنتصف القعدة عشان كده كنت بقولك إيه في ناس عمالة تقولي بيساوي اتنين ألف دال دي معروفة آه ماشي معروفة قعدة تعرفت إثباتها إيه ما ممكن يجيلك ويقولك زي ما كتبت في المثال إثبت أن دازا ده بيساوي اتنين ألف دال إثبت تقولي أنا عارفها لا إثبتها ما أنا بيقولك إثبتها إيه ما دا البرهام بتاعها وخلي بالك مهمة عندنا مرة تانية بيكلمني برضو عن مسلس مقالب بهجيم ونشوف هيقولي فيه إيه مسألة شبه المسألة اللي إحنا أخدناها بيقولي قالب بهجيم مسلس فيه قالب بهجيم مسلس فيه بهدال بيساوي اتنين دالجيم إثبت أن قالب به زايد اتنين ألف جيم بيساوي تلاتة ألف دال يا مسألة قالب بهجيم مسلس هعند مسلس مقالب بهجيم دال تنتامل بهجيم بحيث بهدال بيساوي اتنين دالجيم إثبت أن قالب به زايد اتنين ألف جيم بيساوي تلاتة ألف دال نجمع بقى على طول عرفتها أول خطوة عندنا قلب بي زي دي 2 ألف جيم قلب بي زي دي 2 ألف جيم قلت له قلب بي وقلب جيم بـ 2 ألف ده قال لي لا دي 2 آه وكل ما يديني حاجة أقول خلاص أحلي بيها يا أم طلعني في حاجة تانية عشان دي 2 مش هينفع نجمعهم على بعض على طول طب أعمل إيه برضو نجيب قيمة دي الواحدة ودي الواحدة طب الألف بي نجيب قيمتها بدلالة مين ألف دال ألف بيه وألف دال يربطهم مسلس اسمه إيه ألف بيه دال يبقى المسلس اللي هنشتغل فيه اسمه ألف بيه دال طلب مني ألف بيه حاضر ألف بيه زائد تمام به دال ألف بيه زائد به دال بيديني مين ألف دال الله يفتع عليكم تانية حاجة المسلس بتاعنا بيقول لي عايزين ألف جيم مع ألف دال ألف جيم مع ألف دال يربطهم مسلس ألف جيم وألف دال يربطهم مسلس اسمه إيه؟ ألف جيم دال نقول له زي ما قال ألف جيم زائد ألف جيم زائد زادبه ألف جيم زائد هيروح فين؟ جيم دال ألف جيم زائد جيم دال يدينا ألف دال بس هو عايز ألف جيم ألف جيم؟ يبقى عايز نضرب في اتنين يبقى اتنين ألف جيم اللي هو عايزها زائد اتنين جيم دال بيسوي اتنين ألف دال يبقى العبارة الأولى جبناها آهي آهي والمعادلة التانية جبناها آهي بالجامع بقى ألف بيس زائد اتنين ألف جيم ينزله بيس دال زائد اتنين جيم دال ينزله ألف دال واتنين ألف دال بقى تلاتة ألف دال يا فره هو ده المطلوب أيوة دي ما تطلبنها ودي طلبنها ودي طلبنها يقول لأ خلاص يبقى بيساوا بعض انطيارهم ده بيقولك بيه دال واتنين جيم دال يا خبر طب هاعمل ايه أعمل ايه أعمل ايه أعمل ايه قلت بص على أول مسألة كده يا جباة محدش عنده معلومة الطيار لدي بص على أول مسألة طلعونا الفوق يا جماعة طلعونا الفوق كده خليها نشوفها يلا كده نشوف كده مع بعض بهدال بيساوي اتنين دال جيم آه ده ايه اللي من الأول بهدال بيساوي اتنين دال جيم بهدال بيساوي اتنين دال جيم بهدال بيساوي اتنين دال جيم أيوة يعني هو ايه اللي يا يا بص المسألة قال لي فيه مسالس مقالب به جيم ترماشي قال وانت بتحل هتلاقي فيه بهدال هتقبلك ابقى شيلها وحط المكانها اتنين للجيم عشان تعرف تذبط الإسبت ده هقول الجملة دي تانية قلب وهتجيم مثلس ماشي هتلاقي فيه وانت بتحل بهدال ابقى شيلها وحط مكانها اتنين للجيم كده هتعرف تذبت العلاقة دي بيبتلو القلب به وقالف جيم وحليت وأنا بحلل لقيت بهدال أيوك ولكتها تحت خالصة هوق أهي ننسلسلنا بقى أهي به دال لقناها لقناها فهيقوله ألب به زائد 2 ألف جيم زائد ال به دال أشيلها وحط 2 دال جيم اللي قلنا عليها زائد 2 جيم دال دي ملناش دعوا بيها بيسوي 3 ألف دال طب بلا عليك خليك معايا شو بص دي و دي 2 دال جيم جيم دال دال جيم جيم دال ده هو هو بس المتضدين في الاتجاه دال جيم ماشياش مال جيم دال ماشي يمين نفس المتجه ولكن معكوس يعني أحدهم معكوس الآخر أحدهم معكوس الآخر يبقى مجموعهم بكام بسفر يبقى قالب به زاد 2 ألف جيم بيسوي 3 ألف دال يبقى جمع المتجهين نخلي بالنا لما جمع متجهين شرط الجمع عندنا إن المتجهين يبتدوا بنفس النقطة يبقى ضعف المتوسط يكملوا وراء بعض يبقى النتج بيسوي المحاصلة عن البداية النهاية طب لو قال لي ساكل رباعي قالب به جيم دال شبه منحرف فيه قالب دال يوازي به جيم به جيم بتساوي 2 ألف دال إثبت أن قالب به زاد جيم دال بيسوي دال ألف عايزين نثبت الإثبات دا أدي إثباتنا هو عايزين نثبته قالب به جيم دال يبهمون حرف به جيم بيسوي 2 ألف دال هتحتاجها وإنت شغال إثبت أن العلاقة دي قلت له يسمع بقى الشكل الرباعي فيه كم ضلع أربعة وكم قطر اتنين يبقى أقدر نرسم فيه كم قطع مستقيمة ستة أربعة وقطرين طب ما كده مسلساته هتبقى كتير نشتغل فأني مسلس هعلمك بقى كل ضلع يدهولك معطى أو مطلوب علم عليه به جيم آدل به جيم ألف دال آدل ألف دال ألف به آدل ألف به جيم دال آدل جيم دال دال ألف آدل دال ألف كده علمت على كم ضلع أربعة بقى كم ضلع ما علمتش عليه اللهم قطرين يبقى أنا عندي كم مجهول مجهولين القطر دا والقطر دا يشتغل بواحد بس يعني أنا هعلم على آدل جيم كده يبقى كده هشتغل بالقطر آدل جيم عارف معنى كده إيه إن أنا هاخد أول ضلع يقول عليه إثبته مع الآدل جيم وأعمل مسلس آدل به مع آدل جيم آدل به مع آدل جيم آدل به وآدل جيم يعملون مسلس اسمه إيه آدل به جيم يبقى أول خطوة عندي هشتغل في المسلس آدل به جيم افتكر انا كنت باخد الضلع ده مع ده ده في المثلثات دلوقتي هاخد اول حاجة طالبة في الاسبات مع الضلع اللي انا علمت عليه انا اخترت ألف جيم ابقى اجربها واختار به ده وما تكتبش الألف جيم اصلا يبقى احنا هنشتغل بضلع واحد الضلع انا هعلم عليه من عندي اخدم على الاولاني واعمل مسلث يبقى اسمه ألف به جيم هو طلب مني ألف به يبقى ألف به زائد ألف به زائد ايه؟ به جيم يدينا مين؟ ألف جيم تاني مرة طلب مني دال جيم اه دي دال جيم واللي احنا اخترناه ألف جيم نعملي دلوقتي هنمسك المثلث ألف جيم دال ألف جيم دال المثلث التاني هنشتغل فيه ازاي؟ فكر فيها كده هو ولكن بعض الفصل هنكملها الفرحة جائزة كبرى سنعند بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل مع بعض التمرير اللي احنا قلنا عليه فكرتوا يا طار احنا خدنا الضلع ليه؟ تاني كده بص معي احنا علمنا على الأطلاع الأربعة في الضلع في النص قال لي ان الضلع ده ما حدش جاب سيرته احنا جبناه احنا حطناه من عندنا مرة نقدم على القلب به اللي احنا قلنا عليه ونعمل مثلث اسمه ألف به جيم وقلنا ألف به زائد به جيم بيسوي ألف جيم ومرة نفس الضلع نقدم مع جيم دال اهو يعمل مثلث المنقض ده اللي هو اسمه ألف جيم دال وقلنا برضو جيم دال زي ما هو قال عايز جيم دال؟ حاضر جيم دال يبقى جيم دال زائد دال ألف بتسوي جيم ألف اهو نجمع زي ما هو طلب يبقى ألف به زائد جيم دال زائد به جيم زائد دال ألف بيسوي ألف جيم زائد جيم ألف ايه ده؟ يروحوا مع بعض يبقى سفر المتجهة سفرية يبقى ألف به زائد جيم دال زائد به جيم اللي مستالبها اه ده ما ديني قمتها من الأول قال إن البه جيم بيسوي أثنين ألف دال أثنين ألف دال هو عايز الناتج دال ألف سهلة ألف به زائد جيم دال ناقص اثنين دال ألف يبقى لما تغير الترتيب غير الإشارة زائد دال ألف بيسوي واو يبقى ألف دال تبقى دال ألف نحط سلب بشي احنا قلنا لو عكسنا الاتجاه نحط سلب يبقى ألف به زائد جيم دال ناقص دال ألف بيسوي واو يبقى ألف به زائد جيم دال بيسوي تروح النحية التانية تبقى موجب دال ألف وهو ده المطلوب إثباته يبقى الملحوظة إننا هنستنتجها من هنا إن ألف به لما حب أغير الاتجاه أغير الإشارة طب ما تجد نكتب الملاحظة جانب الملاحظات بتاعتنا يبقى يكتب له الملاحظة الستة تحت خالص اهيه إن ألف به بتسوي سالب المتجاه به ألف يبقى لما أغير الترتيب أغير الإشارة لما أغير الترتيب أغير الإشارة نرجع نكمل تاني كل ده جامع متجاهات قلتوله طب تعالى موريك الطرح إزاي نطرح متجاهين لو عندي مسلس هتكلم عن طرح المتجاهات برضو بطريقة هندسية لو عندك مسلس اسمه ألف به جيم اللي عليك ركز قوي معي ووصبر علي هي ألف به زائد به جيم بتسوي إيه ألف به زائد به جيم بيساوي ألف جيم صح كده ألف به زائد به جيم بيساوي مين؟ ألف جيم إيه رأيك أنا عايز أجيب دي هنا ودي هنا؟ ليه؟ هتعرب على شوية يبقى ألف به ناقص ألف جيم بيساوي سالب به جيم يبقى ألف به ناقص ألف جيم السالب يعمليه في المتجاه؟ يبقى جيم بيه بدل ما أقول بيه جيم ما أقوله جيم بيه صح كده؟ أغير الترتيب أغير الإشارة كتسليبة خليها مجابة شايف دي؟ قعدة الطرح يبقى عند طرح المتجاهين بشرط يبتدوا بنفس النقطة لازم ده الشرط ألف به ناقص ألف جيم ألف به ناقص ألف جيم يبقى بيساوي جيم به ألف به ناقص ألف جيم بيساوي جيم به طب تعالي ما نشوف كده أمثلة اوجد ناتج من غررس ألف به ناقص ألف جيم ألف به ناقص ألف جيم بيدينا إيه؟ جيم به ألف جيم ناقص ألف به بتدوا بنفس النقطة يبقى الناتج بيساوي إيه؟ به جيم ألف دال ناقص ألف به أيوة به دال وو ألف ناقص وو به به ألف وو ألف وو به ناقص وو ألف أيوة ألف به يبقى لما جات راح متجهين بكتب مين ناقص مين؟ النهاية ناقص البداية طب للناس اللي بتفكر للناس اللي بتفكر ألف به زائج جيم ألف من غير رسم ألف به زائج جيم ألف من غير رسم هنعمل إيه؟ إلى أخيرة هي لازم دي تيبقى به بس همش به هعرف لو كان قالي دي في الأول ألف كنت قلت ضعف المتوسط ألف دي أول حرف يقيم ما يبقى به زي ده عشان أقول كمله ورا بعد يبقى ناتج ألف مش عارف إيه هيتبقى لكن لقيت ألف دي تاني حرف قلتوه إيه راك لو عملت ألف به ودي خليتها ألف جيم جيم ألف لما خليها ألف جيم تنزل بنفس الإشارة ولا نغير نغير بقيت ألف به ناس ألف جيم يدينا مين جيم به جيم به شفتوك منها زي ألف به زائج جيم ألف نخلي دي سالب ألف جيم وبعد كده ناتج يبقى جيم به النهاية وبعد كده البداية كده يا شباب احنا اتكلمنا عن المتجهات وإزاي نجمعها ونترحها بطريقة هندسية الحلقة اللي جاية برضو مخصصة لطلبة السنوية العامة تانية وتالتة عام وأزهاري السنوية بصفة عامة عام وأزهاري الحلقة اللي جاية هناخد مع بعض إزاي نجمع ونترح المتجهين بطريقة جابرية وإزاي نجيب ضرب قياسي وإزاي نتكلم عن شرط التوازي شرط التعامد ودي كلها حاجات احنا محتاجينها وهنبدأ ونخش على محصرة قوتين اتجاهيا يبقى الحلقة المرة الجاية مخصصة لطلبة العلم علمي تانية سنوية علم رياضة تالتة سنوية عام وأزهاري نتمنى تكون النهاردة فهمت المتجهات ويا جماعة نطمنكم الميجانيكة سهلة جدا 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 وإن شاء الله تستمتعوا في دراستها وحتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة